محاضراتنا لهذا اليوم هي Differential Lycoside Count DLC العد التفريقي لكريات الدم البيضاء The type of lycoside أنواع كريات الدم البيضاء عدنا نوعين من كريات الدم البيضاء ممكن تكون Granulocyte Cell هي الخلايا الحبيبية والأقرانيول هي النوع الآخر النوع اللاحبيبي النوع الأول Granulocyte Cell النوع الحبيبي يقسم إلى ثلاث أنواع هي النيتروفيل الخلايا العدلة والإيوساينفيل الخلايا الحمضة والبيزوفيل الخلايا القاعدة النيتروفيل الخلايا العدلة تتميز هذا الخلايا إنه السايتوبلازم هذا الخلايا يكون حامضي ويحتوي على حبيبات صغيرة بلون وردي محمار النواة تكون مفصصة تحتوي على ثلاث إلى خمس فصوص هذه الفصوص ترتبط مع بعضها البعض بايتين كروماتين فيلمنت بواسطة خيوط الكروماتين الدقيقة نسبة هذه الخلايا في الدم تكون من خمسة وستين إلى سبعين بالمئة وعددها يكون بحدود ثلاث ألاف إلى ستة ألاف خلية بالمليمتر المكعب الواحد تزداد في حالة الإصابة بالإنفلاميشن وبحالة الإنتوكسيكيشن يعني تزداد خلايا النتروفيل في حالة الإنفلاميشن وفي حالة الإنتوكسيكيشن في حالة التسمم النوع الآخر من كريات الدم البيضاء الحبيبية هي الإيوساينوفير الحمضة تتميز بأنها تكون حمضية وتكون أكبر من النتروفيل تتميز بأن الحبيبات الموجودة بالسايتوبلازم تكون بلون أحمر براق أو تكون هذه الحبيبات بلون برتقالي النواة تتميز بأنها تكون نواة كريات الدم البيضاء الحمضة تكون ثنائية الفصوص نسبة هذه الخلايا في الدم تكون 2 إلى 4% في حين عدد هذه الخلايا يكون بحدود 150 إلى 300 خلية بالمليمتر المكعب الواحد تزداد في حالة الإصابة بالأليرجي والأسمى في حالة الإصابة بالربو والحساسية النوع الآخر من كرات الدم البيضاء الحبيبية هي البيسوفيل العدلة تتميز بأنها تكون تتميز بين هذه الخلايا تكون صغيرة تحتوي على حبيبات بلون black or blue and cover most of the cell وضغطي معظم الخلية هذه النواة تمتلك شكل يكون S shape إذن شكل النواة في الخلايا اللي تكون بيسوفيل تكون S shape النسبتها راح تكون من صفر إلى واحد في حين النمبر يكون من صفر إلى 100 خلية بالمليمتر المكعب الواحد تزداد في حالة الوند في حالة الحروق أو الجروح النوع الآخر من كرات الدم البيضاء هي agranulocyte cell النوع اللاحبيبي النوع اللاحبيبي يكون عدنا نوعين من الخلايا هي lymphocyte الخلايا اللنفاوية والنوع الآخر monocyte الخلايا الوحيدة نجي للنوع الأول من كرات الدم البيضاء اللاحبيبية هي lymphocyte تتميز lymphocyte بأنها تكون small cell تكون صغيرة الحجم النوعات تغطي معظم الخلية تتميز بأنها تكون ذات لون بنفس جي غامق the cytoplasm is usually blue in color في حين لون cytoplasm يكون blue ويكون خالي من الغرانيول لا يحتوي على حبيبات نسبتها تكون 32 إلى 40 في حين النمبر يكون 1500 إلى 43 خلية بالملي متر المكعب الواحد الخلايا اللونفوية can be divided in two types تقسم إلى قسمين T-cell والB-cell الخلايا التائية والخلايا البائية T-cell هي السايتوتوكسك والB-cell هي المسؤول عن protection of antibodies هي المسؤول عن إنتاج الأسام المضادة تزداد في حالة الإصابة بالبروسيلوس and the tuberculosis في حالة الإصابة بالتوبركولوس اللي هو السل الرئوي والبروسيلوس اللي تسبب نوع من أنواع البكترية النوع الآخر من كرايات الدم البيضاء اللاحبيبية هو المونوسايت الخلية الوحيدة تتميز بأنها تكون largest mature leucocyte إنه تعتبر أكبر الخلايا الناضجة The nucleus is kidney shape شكل النوات رح يكون بشكل الكلية or horse shape أشبه بحدوة الفرس Percentage النسبة رح تكون من 5 إلى 8% from blood النوبر يكون بحدود 300 إلى 600 سل بالمليمتر المكعب الواحد المونوسايتوسيز تزداد في حالة الإصابة بالملارية اللي هو طفيل الملارية اللي يسببنه حالة مرضية والتيفوس التيفوئيد Function of white BC وظيفة كرات الدم البيضاء إنه تمثل The first line of the body against bacterial infection تمثل خط الدفاع الأول ضد الإصابة البكتيرية The shape of typical slide الشكل النموذجي للسلايد رح يكون بشكل finger shape المصحة رح تكون thin smear رقيقة جدا not thick ليست سميكة رابط سبريدر مع النشر السريع The evidence of staining الغرض من التصبيق to show the nucleus of the cell لغرض رؤية نواة الخلية The evidence of dilution الغرض من التخفيف to fix the stain لغرض تثبيت الصبغة Preparation and examination of the peripheral blood smear طريقة تحضير وفحص المصحة دموية The preparation and examination of the peripheral blood smear is one of the most frequently requested tests in the hematology laboratory طريقة تحضير طريقة تحضير وفحص المصحة دموية يعتبر من الاختبارات المهمة جدا في مختبر أمراض الدم Blood smear must be prepared correctly and examined in such way as to provide as to provide the physician with an accurate هذه المصحة دموية يجب أن تحضر وتفحص بدقة وبعد ذلك ترسل إلى الفيزيشين الطبيب المعالج للقيام بتفسير هذه النتائج بشكل دقيق There are four methods used to prepare blood smear هناك أربع طرق لتحضير المصحة دموية بالإمكان استخدام أحد هذه الطرق لتحضير المصحة دموية الطريقة الأولى هي طريقة slide to slide طريقة الثانية cover slip to slide والطريقة الثالثة cover slip to cover slip والطريقة الرابعة automated spiner spiner عن طريق استخدام الدوار الآلي blood smear are prepared with anticoagulant EDTA منع التخثر المستخدم في هذه الطريقة هو EDTA Ethylene Dymine Tetra Acetic Acid الغرض من استخدام مانع التخثر هو لغرض المحافظة على الخلايا ومنع حدوث تغيرات في blood cell أيضا الغرض من استخدام مانع التخثر to ensure good preservation of cellular morphology من أجل المحافظة على الشكل المظهري للخلايا differential smear should be made as soon as المسحات الدموية يجب أن تحضر بأسرع وقت ممكن add no later than three hours after collection ولا يتأخر عن إجراء المسحة الدموية ثلاث ساعات ما بعد الجمع الprocedure الممكن استخدامه داخل المختبر استخدام أحد هذه الطرق والطريقة الشاععة هي طريقة slide to slide هذه الطريقة تتضمن باستخدام drop of blood قطرة من الدم هذه القطرة توضع على حافة 2 ملم من الشريحة الزجاجية وبعد ذلك توضع الشريحة الزجاجية الأخرى على منتصف القطرة وتسحب بصورة سريعة على أن تكون الزاوية ما بين الشريحتين هي 40 درجة وبهذا سوف نحصل على مسحة دموية ننتظر هذه المسحة حتى تجف بعد ذلك تحتاج هذه المسحة إلى تصبيق هناك ثلاثة أنواع من الصبغات يمكن استخدامها لغلط تصبيق المسحة دموية محظرة ممكن استخدام الصبغة الأولى هي صبغة رايت ستين الصبغة الثانية لشمان ستين والصبغة الثالثة هي القمزة ستين بإمكان استخدام أحد هذه الصبغات طريقة تحضير صبغة القمزة ستين تكون باستخدام قمزة باودر بمقدار 0.3 غرام استخدام الجليسرين بمقدار 25 مل مثل الكحول بمقدار 25 مل تمزج هذه المقادير وبالتالي سوف نحصل على الستوك سوف نحصل على المحلول الخزين للصبغة عند استخدام هذه الصبغة لغرض تصبيق المسحة دموية يجب أن تخفف بإضافة 1 مل من الصبغة اللي تكون مأخوذة من المحلول الخزين وتضاف إلى 9 مل أو بافارد واتر طريقة التصبيق The blood film أو blood smear المسحة دموية is fixed with methyl الكحول يجب تثبيت المسحة دموية باستخدام مثل الكحول لمدة 2 minutes بعد التثبيت بعد التثبيت يتم إضافة الصبغة المخففة وهي صبغة الجمزستين مقدار التخفيف 1 إلى 9 with buffer يتم إضافة الصبغة إلى المسحة ويتم الانتظار لمدة 8 إلى 10 دقاق بعد ذلك سوف تخسل الصبغة wash off with buffer and dry وننتظر الصبغة sorry وننتظر المسحة الجف بعد ما جفت المسحة أنتقل إلى مرحلة count مرحلة العد طريقة العد تكون عن طريق examined الفحص المجهري without cover slip الفحص المجهري هنا لا يحتاج إلى استخدام cover slip يكون الفحص تحت العدسة الزيتية under oil immersion objective حيث يكون الفحص تحت هذه العدسة الزيتية لملاحظة differential lycoside لملاحظة الأنواع المختلفة لكريات الدم البيضاء يمكن التمييز بين كريات الدم البيضاء بالاعتماد على morphology of the cell من خلال الاعتماد على الشكل المظهري للخلايا حيث يمكن ملاحظة أشكال كرات الدم البيضاء المتمثلة بالنيتروفيل والإيوساينوفيل والبيزوفيل والليمفوسايد ومونوسايد بعداد مختلفة كما هو موضح في الصورة المعروضة فمثلا نلاحظ أن النتروفيل تكون محتوية من ثلاث إلى خمس فصوص إذن نواعها تكون ثلاثية إلى خماسية الفصوص في حين عدنا الإيوساينوفيلت كانت ثلاثية الفصوص تولوب أو بايلوب والبيزوفيل تتميز بأن النواة تأخذ معظم الخلية أيضا الليمفوسايد النواة كانت تغطي معظم الخلية وخلايا نتروفيل بالإضافة إلى ذلك يمكن رؤية البليتليس والأورثروسايد صفحات الدم وتكون صغيرة الحجم في حين يمكن رؤية الأورثروسايد كرية الدم الحمراء تكون بلون أحمر يمكن مشاهدة هذه التجربة من خلال الاطلاع على الرابط الموجود في موقع التعليم الألكتروني